بعث الأمين العام لتجمع اليمن الإصلاح الأستاذ عبدالوهاب الآنسي برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج عبدالرحمن هائل سعيد أنعم الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه الذي وفاه الأجل يوم أمس الأول بعد حياة حافلة بالإنجاز والعطاء وأكد الأمين العام أن رحيل الحاج عبدالرحمن يمثل خسارة كبيرة كونه واحدا من الرجال الذين أسهموا في بناء أهم البيوت التجارية والصناعية وقيادتها لتحقيق نجاحات كبيرة وكانت أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وعرب الآنسي عن خالص العزاء والمواساة للحاج علي محمد سعيد أنعم والحاج عبدالجبار هائل سعيد أنعم وإخوانه وأبناء الفقيد وكل الأسرة في هذا المصاب وابتهل إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وإن يلهمهم الصبر والسلوان اشتركوا في القناة